بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وطالباته وطالبات المرحلة الثانية والعامة مرحبا الله بالصف الاول الثانية والقناة نسلسة الزات اللي شرح تفسيط قاعدة اللغة الانجزة ان شاء الله شباب مستمرين مكتب جمعة 24 فاصل دراس الثاني الوحدة الثمانية الدرسين الثلاثة اربعان نهارده ان شاء الله نشتغل على جزء القاعدة اللي جاي فيها ومستمرين شباب الوحدة كلها تتكلم عن حالات اف وبدائلها وكل ما يخص اف في جميع مرحلة البداية ان شاء الله على صفحة 87 عبر كتلاه اول يوم لولاك فيها they will lose the match هم سوف يخسرون المباراة يا فرق بعدها they train hard كذا انهم يتدربوا بجد واجتهاد طيب جابنا من نسترسى الشباب في حد التدبات لنقول اني انا طالما شغال على قاعدة مهم جدا يكون في ذهني في عقلي في تفكيري عناصر ومكونات القاعدة والكلمات الدلة عليها والمؤشرات اللي بتدلك على الحال واحنا شباب قلنا اني اف عاملة زي المعادلة الكيميائية ديها طرفين طرف اسمه مدخلات وطرف اسمه مخرجات عيني على الطرف المكتمل هيكون دليلي على الطرف اللي فيه فراغ هنا جاب لك الطرفين المكتملين جاب لك والو المصدر ماشي يعني دي اف من الحالة الاولى وجاب لك انها حد تانى المدرع البسيط من تحقق الله طبال كده من اللي نايصني هنا كده اللي نايصني في الفراغ اما اف او حق احد بدائلها ده هيفرج معايا في المعنى تعال نشوف انلس اذا لم از لونج از معناها طالما ودي بديل الاف وزود معناها بدون ودي بتديني انفي وينكيس اوف معناها في حالة كذا ودي بديل الاف طيب انا عندي الاربع اختيارات كلهم بدائل الاف تعال نشتغل بفكرة الحسف الاول انكيس اوف يأتي بعدها نون او جرند تمام وزود زيها ايه بعدها نون او جرند از لونج ازي وراها جملة بس هنا المعنى مش هينفع معايا هم هيخسروا المباراة ظلم انهم بتدربوا كويس ما تنفعش كده يبقى نروح لانلس اللي ينفعي وراها جملة كاملة وتفيد جملة طبعا انلس في حد ذاتها نفي فخلاص كده جملة كأنها هي منفية ماشي يبقى جملة على بعضها كده معناه هم سيخسروا المباراة ما لم او ازا لم يتدربوا بجده اشتغل وضحت الدنيا تمام تعال روح لوزود اللي هي معناها بدون ودي احد بدائل الاف في حالة النافي يأتي بعدها نون او جند وزود بدون ايه اوار بيست اوار بيست معناها افضل ما لدينا تمام ماشي فرق بعدها وي وودنت باس اوار اكزامز ويز هاي ماركس احنا مش هننجح في المتحانات ربنا ربنا اسلم بدرجات عليه مهم عندي طرف الجملة المكتمل وودنت والمصدر هي قدامك بادي كده اف في الحالة الثانية بس هي عموما الحكاية جاية بسيطة لانه جيب لك ومين هو جيب لك وزود وزود قلنا ليجوا وراها يعني معناها اسم وجرند معناها مصدر زي دا ينجي طيب وي دد فعله الفاعل بتاعه ما ينفعوش نصبر عليها شوية تقول مصدر لا ما تجيش مع وجرند جملة مضارع تم اللي هي معناها ازا ولا ولس ازا لم ولا بطفور لو لا ليجوا وراها وانا وجرند زي هزاي وزود ولا انكسف فحال ليجوا وراها وانا وجرند برضو تمام اف لي الجملة معناها كانت هتبقى ادخن لو كانت اكلت اكتر ايبا انا عايز الجملة في حالة الاسبات خمسة بدأ فراغ باي معناها انه عندهم الاسماءة المطلوبة ماشي طيب مكانوش هياخده الوظيفة طيب طرف الجملة في الحالة التانية هو واضح قدامك وده المصدر واخد شكل النفع يبقى انك ده هو عايز ايه عايز اف تمثل الحالة اتنين طيب الماضي البسيط مضحق يبالي ناقسني ناقسني الرابط اللي هو اف اواحد بلاء لها حسب الجملة اللي قدامي ان محتاج بديل الاف في حالة النافع طب ناخده انلس اللي هو معناها اذا لم ولا بروفايد اللي هو انا عندي مفوت بها او بروفايدنج ما فيش بروفايد في الصيغات البديلة از لونج از معناها طالما ودي تساوي اف المثبتة تساوي اف المثبتة برضو في الحالة التانية ماشي انا عايز ايه انا عايزي انفع انلس معناها ما لم ما لم يكن لديهم لان انلس زمانة تفيد النافع ومش بتحتاج جملةها لكون من فيها ممكن انفع الطرف التاني لكن مستحيل انفي جملة انلس هتفوتك المحاضرة فراغ بعدها حلو خالص طب الطرفين متحققين وللوم المصدر متحقق او الفعالة في المصدر يعني مضارة بصف طرف جملة تانية متحقق لما انت عايز ايه لما انت عايز بديل الاف هنا هو لان الجملة فيها معنى النفي اف هنا مش هتنفع لان الجملة فيها نفي مش يثبات ايبا هناخده برضو انلس ماشي ما اخدش بكوز لانها ليست من بدال الاف لكن فيها مشكلتين مشكلة اولا انها بتأتي في حالة الاسبات الحاجة التانية اني بيجي ورا هنا وانا وجرد اني عندي هنا جملة كاملة ايبا هنليس ياليجابة الوحيدة الصحيحة سبعة بدأت فراغ يو هات فنش دسمو ماضي تام المشروع يو دينت هاو بين فري تو ترامل بقول له انت انك تنتهي من المشروع ما كنتش هتقدر تسافر او بشابه عندك وقت فاضل انك انت تسافر جميل جدا ماضي تام متحقق في الطرف الاولاني تصريف تام نحقق في الطرف التاني بس عندي هنا مشكلة اني الماضي تام صحيح متحقق لكن يفيد الجملة في معنى النافي كده ما اندرش اجيب اف وزاوت ما يجيش وراها جملة انلس يالي اخدها اجابة تمام لاني انلس يو هات فنش معناها ما لم يعني ازا ما كنتش خلصت المشروع ما كنتش تسافر بديل الاف بتديني اسبات ما بتدينيش نافي عن لس اجابتنا الوحد صحيحة في جملة سبعة نتحرك مع الشاشة عشان جملة تمانية شباب تبقى ظاهر معنا بتقف فراغ برضو طيب حلو خالص حلو خالص ايه اللي حصل هنا اللي حصل انه جاب بعد الفراغ فاعل وجاب تصريف تالت ماشي طيب طرف في الجملة التانية جايب في ودها في تصريف تالتية ده معناه ايه ده معناه ان الفراغ اللي هنا ده عايز بديل لف في الحالة التالتة اف الوحدها متنفعش تيجي لان ف ما جيش راها فاعل وتصريف تالت من غير هاد ما تبقى موجودة انلس زيئ نهيك عن ان ان ألسته في دي النفي وير عشان اجيب وراها تصريف تالت بداء معناه ان في بناء للمجهول تمام وهنا مفيش بناء للمجهول يبقى من الفضله هاد ايه معنى الجملة الجملة اللي قدام دي ايه اف في الحالة التالت ايه اللي حصل غابة اف وجاب لها بديل مين البديل اللي هو هاد والتصريف التالت بتعمل ايه هاد بتطلع برا تاخد بداية الجملة وتحل محل اف خارج مكانها ادي واحدة حاجة تانية لا تزال محتفظة بوظيفة هي اللي هاد بتاعت المواضي التام اللي بيجي وراه تصريف تالت كده تحققت ايه المعلومة والقاعدة والفكرة مولف تسعة شوف اردون تستارت انت شوفها دي كانوا يقول لك ايه كانوا يجيب لك تمام يعني كده كأنك انت جاء بيه واحدة من جمل اف او مصياغات اف في الحالة الاول ماشي تمرك المدالة عن مستقبل بسيط فراغ بعدها حلو خاص يبانت عندك الفراغ هو موجود طرف الفراغ الجملة اللي هو فيها يعني جاي في المدار البسيط المنفي انها حتى نفيها مستقبل ماشي يبانت كده عايز ما يشير الى واحدة من بداية الاف في الحالة الاولى طيب نجيب انلس انلس جملتها ما تتنفيش طيب ممكن بس نصبر شوية وزوت يجي وراها يناون يجيرا عندما يجيش وراها جملة كاملة تمام وين لو خدناها وين بديلة الاف هتديني معنا الاسبات مش انها في كده مين الوحيدة الصحيحة هي بروفايدد ماشي هي بروفايدد ليه تعال بقى نشوف الفكرة او المعلومة احنا هنبدأ في عملية الرسم بكرة اه بمعنى اطلاق بقى لان هو ايه بيقول البيت هنطل البيت بكرة هندهنه يعني تمام اه شريطة تقاني ان الدينة ايه ما تمطرش عشرة بدأ الفراغ فور دنايل فور دنايل معناها للنيل بس هنشوف ايجيبت وود بي اديزرت لاند مصر كانت هتبقى ايه كانت هتبقى ارض صحراء المهم ما عندي ان وودهن المصدر هنا لقولك ان دي اف في الحالة كام اف في الحالة التانية بس مش في طبيعتها انا عايز لها بديل افت وار لو كان لكذا دي مثبتة افت هاتبين مثبتة في اف اولانية افت وار للحالة التانية دي في الحالة التالتة تمام والاتنين وهم مثبتين ما بيجوش عندي كبدأة الاف اللي بيجي عندي بديل اف في الحالة التانية شباب افت وار انت فور ده بديل اف في الحالة التانية ماشي معناها لولا افت هاتبين فور بديل اف في الحالة التالتة وبرضو معناها لولا طيب هنا الجملة عندي ودن مصدر ديولد دي حفاء اف حالة تانية خلاص يبادوا ليه افت وار انت فور على بعضها معناها لولا يعني ايه لولا النيل لولا نهر النيل يعني ما كانت مصر ارض خضراء او بالاسبات لكانت مصر صحراء احتشار بولك فيها فراغ راشد مسد ده بس راشد فات ولوتو بيس هي وود هاف تيكنا تاكسي كان هياخد ايه تاكسي طيب ودهاف تصريف تالت من الحقيقة في الناحية التانية يبدي اف في الحالة التالتة طب هو قيب لك انها هو تصريف تالت بس وما جيبش هاتب يبدي هنعمل ايه ينفع اف ما ينفعش لان اف ما جيش وراها تصريف تالت في غياب هاتب ويه لو جاء وراها تصريف تالت بدأ بنقال مجهول ماشي وكان هيديني بنقال مجهول في ايه مواضي بسيط يعني اف في حالة تانية لا برضو لان دي تالتة محتاجة برضو هاد ماشي يبدي من الفضلة ان تيجي هاد لوحدها وتعمل حاجتين زي كانت جملة تمانية من شوية هنا هاد في جملة اه احداشر وفي جملة تمانية بتقوم بمهمتين خدت مكان اف وفي نفس الوقت محتفظة بمكانها للمواضي التام ناشر بدأ فراه وجايب لك بعده مسر سامح فايند اجود جوب ماشي السيد سامح نواجد وظيفة جيدة المهمة عندي ان الفاعل سامح جاي بعده فايند الفاعل في المصدر طيب ماشي تعال نشوفوا الطرف التاني هي سوف ينتقل لشقة جديدة جميل يبقى انت كده عايز رابط من الرابط اللي قدامك دولة او بديل لف يعني ماشي ينفع يكون جملته في الجملة بتاعته هو في المصدر زي ما انت شايف قدامك كده هو وطرف الجملة التانية يكون ايه يكون مستقبل بسيط متحقنق بدا معنا انت عايز كده كأنك عايز بديل لف في الحالة ايه في الحالة الاولى طيب نجيب اف عشان نجيبها مع مسر سامح كما افرده وليه فايندز وطرع بسيط طيب وير عشان اقول مع مسر سامح كنت اقول المصدر بس اللي ابتابه هنا هو ويد يبقى ده اف في الحالة التانية اللي هي وير يبقى ما تنفعش تعال اروح لشود شود ينفع ايجا وراها الفعالة في المصدر تكون بديلة الف في الحالة الاولى طيب وين عشان اجيبها كبديلة الف في الحالة الاولى كان مفروض اجيب ايه فايندي دي تاخد اس ما ينفعش برضو كده مين فيه من وحيدة اللي نفع ايجي بعدها مصدر هي شود ايجابة صحيحة بديل الف في الحالة الاولى تلاتاشا بعد فراغ برضو يور صن ادوكتور ابنك طبيب هي كود هيل باسكن ممكن يساعدنا حل وخالص ماشي الجملة اللي جدامي فلتحقق في الطرف التاني بديل الف او اشارة الف في الحالة التانية كود والمصدر تمام كده طيب ماشي يبقى نروح ل Lunch B ؟ هات بقى بديل الف حقق معي او صياغة الف تحقق معي الف في الحالة التانية طيب الف الوحدة ما تنفعش ان ما جايش وراها جملة كاملة فيها فاعل وفعل في الماضي ما فيش هنا فعلي في الماضي ما فيش ايه ابنك طبيب فين الفعل اللي ديها مافيش شود نفس الكلام هيجي وراها فاعل وفعل في المصدر برضو ما فيش هذي هاد يورسون ادكتور طيب هاد اللي قدامك ده هي أنا علشان اجيبها ليه الاشارة ليه F في الحالة التالتة ماشي كان هيبها وراها ماضيتها مش موجودة ماشي ولو هجيب F في الحالة التانية ما بيجيش هاد فاضل مين فاضل وير وير هي اللي تيجي بديل ال F في الحالة التانية وير يورسون ادكتور معناها لو كان ابنك طبيب كان ممكن يساعدنا وير هنا عملت حاجتين اول حاجة حلت محل F حاجة تانية احتفظت بالزمن اللي هو الماضي البسيط المتمثل فيها هي ماشي اللي هي كلمة وار يعني وحافظت على في الحالة ايه التانية? اربعتاشر بضع الفراغ. طيب الفعل في المصدر. هانا انها تكون ايه شطرة? المهم ان المصدر يبديه معناها ايه? انا عايز هنا بديل في الحالة ايه? في الحالة التانية. خلي بالك ان الفعل جاي في المصدر. عارف لو وار هانا بي. عارف لو وار هانا تو بي. بس ما تنفعش. هات محتاج اولا تصريف ثالث وهتبقى غلط لان دي اف في الحالة التانية مش التالتة. كده شو ده هي الوحيدة اللي ينفع يجي وراها يفعل في المصدر. اف ما تنفعش كتعايز الفعل متصرف. ما لما. ما لما. يأخذ بنصيحاتي. ماشي. بديه اف في الحالة التالتة. طيب حلو خالص. هي فرق بعدها اقول هزماني كل فلوس. ابا انت كده عايز مكملة اف في الحالة التالتة. اللي هي ودها في تصريف ثالث. او ود انت هاف تصريف ثالث من فيها ومثباتها حسب معنى الجملة. جيب لك او دها في تصريف ثالث هي مثبتة وغيب لك او دها في تصريف ثالث من فيها. طبعا ود انت المصدر لها لانها حالة تانية. وانت والمصدر لها لانها حالة اولى. انا عايز ايه? انا عايز حالة تالتة. ارجع للمعاني عشان اختار ما لم يأخذ بنصيحاتي. يعني لو ما كانش سمع النصيحة. ده معنى انه هو سمعها ولا لا? سمعها. لانه ما لم يتبع نصيحات. بدأ مع انه يتبع. يبقى انت كده عايز المثبتة مش المنفية. كان خسر فلوسه. يعني لو لو نصيحتي كان خسر فلوسه. ده معنى الجملة. علشان انت متعودش كتير نفسك. هو هيكون معناه. انا قلته لك اهو. الستاشة بوليك فيها. ما لم يأخزه مونة للمستشفى. دي يا بديل لف في الحالة التالتة. جاه في شكل النافية. طيب. لو ما كانوش خدمونا للمستشفى كان اللي هي حصل شي مايت هاف دايد اللي هي مايت هاف تصف تالت مكملة اف في الحالة التالت. مايت دايمة تنفعش لانها تانية. ولو المصدر ما تنفعش انها اولى. كودو المصدر ما تنفعش انها تانية. انا عايزي انا عايز تاني. ردوة من دكتور ردوة ما كانش هتبقى طبيبة. يبقى اف تصف تالت متحقيقة. منفية او مزبتة الحكاية دي تفرج معايا في المعنى. لكن المهم عندي دي اف على تالت. طيب جاب لك الناحة التانية يا شيهاد. الله الله الله. طيب ما يجب لك الماضي التامة هون. يا بانك دا عايز ايه? عايز واحدة من صياغات يا اف يا بديل لها. المعنى هنا باجي يفريج. ردوة ما كانت لتبقى طبيبة انها تبقى تبقى انها تبقى دكتورة يعني. ها فراغ انها تزاكر بيش درش تقبها دا معناها انلس ما لم. يا بان انت عايز بديل ل اف في صياغة النافي. وزاك ما تنفعش محتاجة ورا هنا هنا في جملة. ان كيس اوف محتاجة هنا او جاند ودي جملة. اف ما تنفعش انها مثبتة وانا عايز ايه? انا عايز ايه? انا عايز النافي. ايويل سويم ان ذا سيتو دي. حلو خالص يبا دي يا مستقبل بسيط. فرق بعدها اتز وين دي اهد بيتش. مضارع بسيط. يا بانتك انا عايز ايه? عايز بديل ل اف في الحالة الاولى. المعنى هنا يفرق. ان كيس ماشي. هنا ديني معنى متناقض بقول ايه? انا هعوم في البحر. اذا كان الدنيا عاصفة لها مش هتنفع. بروفايديد دي نفس المعنى برضو. اللي هو الاسبات. ان كيس اوفي. انا هنا ونا وجان ما يجيش وراها جملة كاملة. ايه بان ليس هي الوحيدة الصحيحة? ما لم. معنى جملة على بعضها انه هو هيعوم ماشي او هيزب للسباحة. ما لم تكون الريح عاصفة على البلاج. حركنا الشاشة مرة كمان عشان جملة ساعدة اشتزار معنا بطري افضل بلاج فيها. فراغ هي فاوند ذا سوتابول بلايس. طيب فاوند دي واخد شكل التصفيف التالت. طيب. هي وودنت هاف ستيد ان ذي سيتي ما كان ليتبقى في هذه المدينة او يقيم فيها. المهم عندي متحقق افة في الحالة التالتة في الطرف التاني. بنتا كده طالما في تصف تالت بنتا عايز بديل الاف مش اف. لان اف عشان ديجي وراها تصف تالت الواحدة ما تنفعش. ما عنديش كلام ده. لكن هاد هي اللي تنفع. ماشي? وهتقوم بوظيفتين اقولهم لك بعد شوية. شوت ما تنفعش ان محتاجة وراها مصدر. وير ما تنفعش ان محتاجة وراها المصدر. خلاص? ماشي. المهم ارجع لهاد. هنا هاد زي ما قولنا مش عملت حاجتين. اول حاجة. خدت مكان اف. والحاجة التانية حافزت على الماضي التام. لو انت حاسس ان الفنان بتاعة العربية مش كويس ربينا عافينا. طبعا ها. ما تحركش العربية. والميكانيك بتاعك حلو خالص. الجملة واغدة صياغة وحدة وظاهرة كلها عندك جاي مدارعة بسيط. ماشي? بعد كده مدارعة بسيط. مدارعة بسيط اوان. مدارعة بسيط. اه اكمل بقى. ها? هي بقى. ما تحركش بدي له فعل امر. ادي له كمل بقى في الفعل امر بس خليه مثبت. اتصل بالميكانيك بتاعك. يمكن استخدام الامر كمكملة لإف في الحالة الاولى. ما انفعش اجيبه له المصدر. ماشي? لان احنا قولنا ايه? وعشان اجيبه له شباب. عشان اجيبه له لازم يكون في فاعل. الفاعل هنا هو مش مذكور صراحة. مش موجود. ماشي? مش موجودة. تمام? طيب. ووده المصدر تديني في الحالة التانية. ويتقول المصدر لانا عايزي انا اقول انت مصدر عشان ديني فعل امر. حلو خالص. جاي وراها ماضي تام يبديل ايه? بديل ايه? في الحالة التالتة بس في نافي. ما لم يذهب الى الجامعة هي فرق بعدها ان اندفاكتو. عايز اقول لك ايه كان هيبقى شغال في المصنع. المهمة اني انا عايز وودها افتصف. تالت مكملات اف في الحالة التالتة. ماشي? مانفعش ووده المصدر لانا هتديني تانية. ولو المصدر تديني اولى. هاد وور كده ماضي تام. مش مكملات اف في الطرف التاني. مش في طرفها هي. في طرفها هي يجيني ماضي تام. لكن ناحية التانية لأ. او يجي معهم اف حالة تانية. يعني اف ماضي. بسط ناحية تانية ووده المصدر. خلاص كده. طيب الجملة اللي جدامي واغده شكل سؤال. يعني هاو موجودة وعلامة استفاغ. اقول له هاو ووديوفيل ولا يوود في كده هاو وديو لان ده سؤال. طبعا يقول له المصدرNo لا لانها اولى يول غلا لانها صياغة جملة مش صياغة سؤال دي حاجة الحاجة تاني انها برضو ايه اولى. ويود صياغة جملة مش صياغة سؤال. هذا هير دي كده في حالة تلت. هدي نجاة تحل محل ف وفي نفس الوقت جامد بدور هذا اللي هي بتديني ماضيتا. هادي يا لدي استرداز نيوزبابر لو كان جرائد جرائد بتاعت انبارها بنا عايز انها حالتاني عايز اودها في تصريف ثالث او نفي اود انتها في تصريف ثالث حسب المعنى بقوله لو كان ارد جرائد انبارها كانها يعرف ولما كانش يعرف كانها يعرف يبقى او اجابة صحيحة وحيدة في الجملة رقم تات عشين حركنا عشان او 24 زارت معنا ابتد اوضع بقولك فيها يبقى اللي قدامي ده هي اه اللي هي ايه واله المصدر بس ما من فيه ما معنا هي لا سوف لا يسمح لك بالدخول للنادي فراغ بعدها يوهولد ده كده مدارع بسيط تمام يبدي اف في الحالة الاولى بس الجملة هنا هو عايزة بديل اف مش اف تمام طيب يور ممبرشيب كارد اللي هو بقول عليه كارد الوضوية طيب وين ما شيء تديني مسبت واف تديني مسبت تمام وزاوة عايزة وراها هنا اوجنا تديني جملة كاملة يباره لمين معنى الجملة سوف لا يسمح لك بالدخول الى النادي ما لم يكن معك ما تكونش لو ما كانش معك اللي هو بتغطي الوضوية خمسة وعشرين شود هي ستادي هارد ماشي لحد لوقتي مش باين هادي اف حلقة ولا ولا تانية تمورز اكزام اه امتحان الغد يبدي اف في الحالة اه الحالة ايه الحالة اله كام هنتعلي نشوف نشوف بقى شود هي ستادي هارد هي كزا تمورز اكزام حل وخالص طيب نقولي وانت باس من فيا مش هتنفع ده مدارع بسيط و هو المصدر وعن و عندها في تصرف تالي شود والمصدر قدامك دي بتقولي دي بديل لالف في ام في الحالة الاولى يفي التانية تمام طيب اها مش هتنفع تكون التالت مش هتنفع تكون التالت شود ماバイجيش ببيل لالف حالة مابيجيش يببى كده خلصنا من ودها في تصرف تالت وخلصنا من بسيز بتديل المدارع بسيط كده قدامي ايه ان انا اختار المعنى يفرق. لو هو ذكر بجد واشتهاد يبقى مش هينجح ولا هينجح? هينجح. يبقى ودو المصدر هي اللي هاتي إجابة. يبقى كده يشد إجابة بديلة الف في الحالة التانية. مش الاولى. لو كان والدي اكثر ثراءا. اغنى من الحالة اللي هم عليها يعني. بدي كده الف في الحالة التانية. طيب. ها اي اللي النحاء التانية عايزيه? عايز ودو المصدر. خلاص اي ودو جوين هي. ما انت جبت مكملة الف في الحالة التانية وبديل لها. ما انفعش اقول كان لانها اولى في المصدر مش هينفع معايا انا عايز عايز ودو المصدر. ماشي اقول المصدر لا تديني حالة اولا انا عايز تانية. حركنا الشاشة مرة كلمانة عشان تظهر معنا سبعة وعشرين بطريقة افضل بتقول فيها لو كان تم القاء القبضة على مونة. ماشي بدي كده بردو بديلة في الحالة الثانية. ايبا انت عايز ودو المصدر او المصدر حسب المعنى. شي فراق بعدها اني مور. اني مور معناها تاني يعني. عايز اقول لك ما كانش هتسرق تاني يعني. تمام? طيب. لو كانوا القي القبضة عليها. ها? ما كانت لتسرق لكن هما عشان ما ابضوش عليها رجعت تسرق تاني. فما قدرش اخد الاسبات. تمام? ودهافت الصفتات الديني. بديل لف في الحالة التالتة ودي تانية. زيها بس طبعا من في. ما كنت لاجد محفظتي. ها? وزود بدون. عايزة وراها ينوني يا جراند. ما كنت لاجد محفظتي عايزة وراها ينوني يا جراند. مساعدة طب مساعدة مين? ما فيش مكملة. لها الاجابة. ليه? لان هنا هو. الشخص اللي بتكلم ده مفعول بيه. ماشي? مفعول بيه. بل جملة هنا هو فيها. وزود مكملة او بديلة لف في الحالة التانية. ده مش بس. اللي في حالة التالتة كمان. دي بف حالة التالتة. مش بس كده. لا ده جاية في شكل ايه? في شكل البناء للمجهول. وحق البناء المجهول بين جاهي. خدت شكل زمن الجملة اللي هو الجيراند. وجابت تصف تاتي شديني بناء المجهول في شكل الجيراند. والجملة في حالة التالتة بديل لها. فرق 29. as fast as they could. باقصة سرعة هم ما يستطيعوها. they wouldn't catch the train ما كانوا يلحقوا بالقطار. المهم عندي اني الناحة التانية فيها wouldn't والمصدر نعدي مكملة في الحالة التانية. تمام? طيب. نقول if they ran as fast as they could. لو كانوا جريوا باقصة درجة كانوا مليحقوشي المعنى مش نافع. where they to run? تدي نفس الفكرة في الاسبات برضو. in case of running في حالة الجاري برضو مش نافع لان المعنى متناقض. فضلا ايه? فضلا نافع. unless they ran. ما لم. يعني لو ما كانوش جريوا باقصة سرعة هم ما يقدروا عليها. ما كانوا يلحقوا بالقطار. الحرك عشان تلاتين تظهر. وكمان ما تبقى من هزا التديبي بواضح معنا بطريقة افضل. يولف تلاتين فراغ. لحن نحرك كمان شوية. تلاتين فيها فراغ هي وبعد كده هارد هارد معناها بجده اجتهاد. he would get high marks. اه. كان هيحصل على درجات عالية. المهم عندي اني ودو المصدر المتحقيقة بانت كده عايز بديل لاف في الحالة التانية او اف في الحالة التانية. تشوف. اف مدارة بسيط يعني ولا ما تنفعش معايا. is he to study عاملة بالزبط كده زي اف يعني بتديها فكرة المدارة بسيط برضو ما تنفعش معايا. where he to study ماشي لو كان زاكر. تمام كده اه لحد الوقت هي دي المنطقية. should he status غلط لاني should ما يجيش وراها فعلا متصارف هارجي علي مين? where he to study معناها لو كان زاكر بجده اشتهاد كان نجح او كان جام درجات عالية. وذوت احمد زهل بدون مساعدة احمد. ماشي وذوت يجو راها ناونا وجيرا انت هنا متحقق ناونا. اللي احمد زهل مساعدة احمد. i wouldnt have got the job ما كنت لاحصل على الوظيفة دي اسمها اف في الحالة التالتة. يبقى وذوتنا جاي بديلة الاف في الحالة التالتة. ماشي. نقول له الجملة تاني ونركز في معناها عشان عازين لها ايه? عازين لها شرحة وعازين لها بديل. بدون مساعدة احمد ما كنت لاحصل على هذه الوظيفة. بدا معناه ان احمد ساعدني وحصلت على الوظيفة. لان الجملة المنفية في اف في الحالة التانية او التالتة الحدث فيها وقع. والمثبتة العكس. الحدث بها لم يقع. الجنودين اللي قدامي دوله هم الاتنين منفين. بدون مساعدة احمد ما كنتش خدت الوظيفة. بدا معنا ان احمد ساعدني وانا خدت الوظيفة. تمام? طور على المعنى ده. I do the job because احمد. انا حصلت الوظيفة ان احمد ساعدني. لحد الوقت اللي هي هي المنطقية. بس ازبر. احمد لما خصلت بالعكس ده وساعدني. I do the job I do the job. قلزو احمد. انا حصلت له وظيفة برغم ان احمد رفض ساعدني. برضو لا. احمد احمد ساعدني بطلت جدا جوب ولكني لم يحصل الوظيفة لا. ده بالعكس ده وساعدني وحصلت. يبقى كده الوحيدة الصحيح هي في الحرف ايه? I do the job. حصلت الوظيفة ليه يا عمي? لان احمد ساعدني. اتنين وتلاتين وده اخر جملة في التدريب ده. I will attend the party. انا سوف احضر الحفلة in case في حالة there is an invitation. في حالة ما تكون هناك عزومة. يعني انا هحضر لو اتعزمت. لو عزموني هحضر. خلاص طيب. هو حضر لسه. عزموه برضو لسه. دور على المعنى ده. I will attend the party مش هحضر. لا بالعكس ده بقول ايه انا هحضر لو اتعزم. I will attend the party when there is an invitation. انا هحضر لو وتعزمت. اه هي دي لحد الوقت هي دي المنطقية. I will attend the party and I will attend the party. واستنى العزومة. طبعا انت روح تحضر وبعد ادي ازاي يعني المنطق ما ينفعش. I won't wait for the invitation مش هستنى العزومة to attend the party عشان اروح للحفلة. يبقى ده معنى انه هيروح منه النفس يعني. لا اذاش. يبقى كده الوحيدة صحيحة هي I will attend the party. انا هحضر الحفلة. امتى بقى? when there is an invitation لما يكون فيه عزم. كده شفاكم انتهى تدبات القواعد. على الدرسين ثلاثة واربعة من رحدة تمانية لكن تدبتنا معكم تنتهي بعد. ان شاء الله انتظرنا في المزيد مع معلم خبير اللغة الانجزية. السلام وعليكم الله وبركاته.